بسم الله الرحمن الرحيم وعلى صلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أبناء طلاب أحييكم بدرس جديد بعنوان كيف تحصل المخلوقات الحية على الطاقة من المعلوم أن جميع المخلوقات الحية تحتاج إلى الطاقة وتستخدمها للقيام بجميع وظائفها الحيوية مثل النمو والتكاثر والتنفس والإخراج والهضم وغيرها من الوظائف الحيوية التي تقوم بها الخلايا ومعظم هذه التفاعلات والعمليات الكيميائية التي تتم داخل الخلايا لا بد أن تكون بحالة مستمرة كل هذه التفاعلات تحتاج إلى الطاقة بالضرورة والطاقة هي القدرة على إنجاز شغل والمصدر الرئيسي للطاقة على وجه الأرض هي الشمس كما أن المصدر الذي تعتمد عليها المخلوقات الحية في الحصول على الطاقة بصورة مباشرة أو غير مباشرة هي المواد الغذائية التي تحصل أيضا على الطاقة من الشمس قوانين الديناميكا الحرارية لدينا قانونان للديناميكا الحرارية القانون الأول يعرف بقانون حفظ الطاقة وينص على أن الطاقة يمكن أن تتحول من شكل إلى آخر من شكل إلى آخر ولكن هذه الطاقة لا يمكن أن تفنى أو تستحدث إلا بأمر الله سبحانه وتعالى مثل تحول الطاقة المخزنة في المواد الغذائية إلى طاقة كيميائية عندما تأكل ثم تتحول إلى طاقة ميكانيكية عند الحركة والقيام بالأنشطة المختلفة مثل الجريء والركض القانون الثاني من قوانين الديناميكا الحرارية ينص على أن هذه الطاقة يحدث لها فقدان عند تحولها من شكل إلى آخر كما أن هذه الطاقة التي تفقد أو تضيع لا تفقد بالكلية وإنما تتحول إلى طاقة حرارية في أجسام المخلوقات الحية السلسة الغذائية توضح لنا ذلك نجد أن الطاقة الضوئية الموجودة في النبات تحولت إلى طاقة كيميائية أخذ جزء منها الجرادة ثم تحولت إلى هذه الطاقة إلى الطير ثم جاء الثعبان وأكل الطير وبالتالي أكل جزء من الطاقة ثم تحولت هذه الطاقة إلى البومة حصل هنا فقدان للطاقة من النبات إلى الجرادة إلى الطير إلى الثعبان ثم إلى البومة البومة في النهاية ربما يأتي حيوان آخر ويفترسها أو تموت ثم تتحلل وترجع إلى التربة كطاقة أخرى هنا نلاحظ أن الطاقة لم تفنى ولم تستحدث وإنما بقيت في أجسام المخلوقات الحية بقدر تناقصها المخلوقات الحية نوعا مخلوقات حية ذاتية التغذية وهي تلك التي تقوم بصناع غذائها بنفسها ومخلوقات حية غير ذاتية التغذية تعتمد على غيرها بالحصول على الغذاء مثل قضية الافتراس أو بالترمم أو بالتطفل أما الكائنات التي تصنع غذائها بنفسها ذاتية التغذية فهناك أيضا نوعان منها هناك ذاتية التغذية الكيميائية مثل البكتيريا وهي التي تستخدم المواد العضوية مصدرا للطاقة المباشرة من بيئتها وهناك ذاتية التغذية الضوئية والتي تحول الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية مثل النبات جزئ الطاقة ATP أدينوزين ترايفوسفيت ATP هو وحدة الطاقة الخلوية الموجودة في الخلايا ويتركب جزئ الطاقة ATP من القاعدة النيتروجينية أدينين بالإضافة إلى سكر خماسي الرايبوز وثلاث مجموعات من الفوسفيت وتخزن الطاقة الكيميائية التي تستخدمها الخلايا تفاعلاتها في هذا المركب يحرر ATP الطاقة عندما تتكسر روابط بين مجموعة الفوسفات الثانية والثالثة ويتكون مركب ADB زائد مجموعة فوسفات حرة لاحظة مركب ADB انكسرت الرابط بين مجموعة الفوسفات الثانية والثالثة وتحررت مجموعة الفوسفات وخرجت لنا هذه الطاقة تخزن الطاقة في الرابط الفوسفاتي عندما يرتبط ADB مع مجموعة الفوسفات الحرة مرة أخرى ويتكون لنا ATP جزء الطاقة ATP عدنين بسكر رايبوز ومجموعة فوسفات ثلاثية الملخص قوانين الديناميك الحرارية قانون الأول الطاقة يمكن أن تتحول من شكل إلى آخر ولكن لا يمكن أن تفنى أو تستحدث إلى بأمر الله القانون الثاني هناك فقدان للطاقة عند تحولها من شكل إلى آخر أنواع المخلوقات أو أنواع التغذية في المخلوقات الحية ذاتية التغذية مثل النبات وغير ذاتية التغذية مثل الحيوان أشكر لكم حسن استماعكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته